طيب مبادرة بقى رئيس الجمهورية تحضر للأخضر انطلقت في قرية صفت طراب التابعة لمركز المحلة الكبرى في الغربي عشان تكون نموذج للقرية المصرية المستدامة بيئيا رئيس الوزراء امبارح استعرض تقرير حول المبادرة واللي بتستهدف تشجيع الشباب في القرى المصرية والمتطوعين للمشاركة في تطوير قرائهم ونشر فكر التنمية المستدامة بالريف المصري صفت طراب كانت البداية وكانت معانا من أسبوع أو أسبوعين تقريبا دكتور يسمين فؤاد وزيرة البيئة وطمنتنا على الحصل وليه تم اختيار صفت طراب عشان تكون هي البداية وكمان أطلعتنا بالمناسبة أطلعت كل المشاهدين على كل المشاكل اللي بتعاني منها صفت طراب سوء بقى القمامة واللي كان يعني حلها بسيط جدا لكن فقط كان محتاج تنسيق شوفنا طبعا من خلال الصور اللي جات من خلال هذه الزيارة مشاركة شباب القرية بأفكارهم وبمجهودهم وكل هذه المشاركات هي مشاركات تطوعية صفت طراب كان فيها مشكلة طبعا مشكلة الصرف الصناعي فتم أخذ القرار بعمل محطة لمعالجة المياه عملية تطهير وتبطين الطرع مستمرة في كل مكان طبعا كانت البداية هدير كانت صفت طراب والقطار منطلق هي الفكرة بقى كمان مش إنه بس بتطور أرض انت كمان حتى بتطور الفكر البشري اللي عايش على الأرض دي فكرة الحلقات التوعوية اللي اتعاملت للمرأة في صفت طراب وللشباب في صفت طراب عشان يقدروا يحافظوا على هذه الجهود لأنه هم بالتأكيد يعني أكتر ناس اتبسطوا وساعدوا بكل هذا تطور اللي حصل في قريتهم وعشان ينجح وعشان يستمر لازم يكون بسواعدهم ففكرة إنهم يكونوا على دراية كاملة بإيه اللي بيحصل ويحل مشكلة القيمة ما إزاي ويكونوا طرف بيساعد فيها مع وزارة البيئة ومع يعني كل اللي بيشتغل هناك ده شيء غاية في الأهمية التأهيل اللي حصل للسيدات هناك وفكرة إنه نعمل حملات توعوية وكمان نستفيد منطقتهم ويعني يستغلوها لاستغلال الأمثل اللي يفيدهم ده شيء غاية في الأهمية